اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في حزب الله اللبناني ويشبه صفي الدين وفقا لبعض التقارير اصلر له في العديد من الجوانب بما في ذلك شكله وطريقة حديثه وقد تم اعداده منذ عام 1994 لتولي قيادة حزب الله عندما عاد من قم الايرانية لتولي رئاسة المجلس التنفيذية وطالي السنوات الماضية اشرف صفي الدين على ادارة العمليات اليومية لحزب الله بما في ذلك ادارة مؤسساته وامواله بينما ترك نصر الله التركيز على البئفات الاستراتيجية كان صفي الدين مسؤولا عن تنفيذ السياسات الداخلية وتطوير الهيكل الاداري للحزب وتعززت مكانة صفي الدين داخل الحزب بفضل علاقاته الوثيقة مع القيادة الايرانية مشاهدين الكرام الى هنا نكون اصلنا لنهاية هذه التقديق بشكركم على حسن المتابعة اشتركوا في القناة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة